بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين طاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الفتح والتي هي أحب سورة نزلت على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتعها الحق بقوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصورك الله نصرا عزيزا بعد إذنكم أيها السادة وقفات عند قول الحق سبحانه وينصورك الله نصرا عزيزا النصر هو غاية كل أحد النفوس مجبولة على حب النصر كل يحب أن ينتصر مسلم وكافر كل وفي هذا الوقت الذي ابتلى الله به البشرية بهذا الوباء والذي نسأله سبحانه أن يعجل بفرجه وأن يرفع هذا الوباء عنه هموم البشرية كلها في الانتصار في المخابر في كل مكان الناس تسعى لأجل أن تنتصر على هذا الوباء ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليه وأن يخرجنا من هذه المعركة معه مع هذا الوباء بأقل الخسير منتصرين راجعين إلى الله سبحانه وتعالى إذا رجعنا إلى النصر في صورة الفتح استوقفت الآية أهل الذوق والفهم وقالوا إن الله سبحانه وتعالى حينما منى على سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بعد الفتح إنا فتحنا لك الفتح المبينة ليغفر لك الله ما تقدم دمك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صيراطا مستقيمة وينصورك الله استوقفهم أن الله سبحانه أعاد إسم الذات العالية مع النصر ليغفر لك الله ما تقدم دمك وما تأخر ويتم نعمته لم يقل ويتم الله نعمته عليك ويهديك صيراطا مستقيمة لم يقل ويهديك الله صيراطا مستقيمة فلما لما جاء للنصر لم يقل وينصورك نصرا عزيزا بل قال وينصورك الله أعاد ذكر اسم الله الأعظم مع النصر هذا الوقف استوقفت أهل الفهم فنظروا في القرآن الكريم فوجدوا أنه أينما ذكر النصر في غالب القرآن الكريم إلا وذكر مقرونا مع اسم الله الأعظم إلا وذكر مقرونا مع اسم الذات العلية الله قال سبحانه وما النصر إلا من عندي الله إلا تنصروه فقد نصره الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وأخرى تحبونها نصر من الله الفتح قريب ألا إن نصر الله قريب إذا جاء نصر الله والفتح وهكذا إشارات رباني بل عبارات واضحة جلية في أن النصر مع اسم الذات العلية وهنا كل على حسب مشربه وكل على حسب ذكره وسيره إلى الله وإذنه ونحو ذلك عامة المسلمين حظهم من هذه الإشارات الربانية أن يتيقنوا بأنه لا نصر إلا بيد الله وأن النصر بيد الله وحده سبحانه وتعالى هذا اليقين الذي أشار إليه المولى عز وجل حينما علق النصر باسمه سبحانه وتعالى بأعظم أسمائه هذا اليقين هو الذي إذا اطلع الله على قلوبنا فوجد فيه ذاك اليقين رفع عنا هذا الوباء ورفع عنا كل هم وغم ونصرنا على أنفسنا أمار بالسؤل ونصرنا على أعدائنا في الحس وفي المعنى وعلى الأمراض وعلى البلاية والمحن إذا هو وجد في قلوبنا يقينا بأنه الوحيد الذي بديه نصر ولم يجد فيها يقينا في الأسباب إنما وجد عندنا أخدم الأسباب نعم لكن يقينا في المسبب سبحانه حينما يذكر مولى عز وجل في القرآن الكريم قصص سيدتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجل أن نعتبر وأن نسير على تلك المعاني ونأخذ مختصر قصة من قصص القرآن الكريم تخدم هذا المعنى مشهورة وهي قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وأنه حينما لحقه في العون وقومه وضرأ أمير بأن يضرب البحر وأن ينجو ببني إسرائيل أخبر عنها المولى عز وجل في أي مكان في القرآن الكريم منها قوله سبحانه فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون لما ترى الجمعان في العون وقوم موسى عليه الصلاة والسلام لما ترى أو ماذا وقع وقع من قوم موسى اليقين في الأسباب قوم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تيقنوا في الأسباب فقال أصحاب موسى إنا لمدركون مدركون معناه الموت والهلاك والدبح على يد فرعون ومن معه وسيقضى علينا هذا اليقين في الأسباب ذكر مولى عز وجل لما يقابله وهو اليقين فيه سبحانه فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين اليقين في الحق سبحانه وتعالى مع وجود الأسباب التي نتائجها واضحة للعيان لكن اليقين في الله يعطل تلك الأسباب قال كلا لسنا مدركون ولن يقع لنا آذاء لأن معي ربي وأنا على يقين في الله سبحانه وتعالى ماذا كان بعد فأوحينا إلى موسى أن أضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأزلفنا ثم لاخرين قوم فرعون وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وهنا وقفة عظيمة وعظيمة جدا قوم سيدنا موسى لم يكونوا على ذلك اليقين بل كان يقينهم في الأسباب إنا لمدركون لكن بسبب يقين واحد وهو قدوتهم سيدنا موسى عيسة السلام نجاهم الله كلهم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين فرعون ومن معه فنسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بهذا اليقين فإن لم يكرمنا بهذا اليقين لضعفنا ولمعاصينا فنسأله أن ينجينا من هذا الوباء بيقين أهل اليقين بيقين من لا ينامون الليل من أهل اليقين الذين ينجي الله بيقينهم من كان معهم كما نجى الله سبحانه وتعالى قوم موسى لا بيقينهم هم إنما بيقين سيدنا موسى عيساته السلام هذا اليقين هو الذي أمر نبيه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لما قال ادعو الله وأنتم متيقنون في الإجابة لماذا ندعوه متيقنون في الإجابة لماذا نلابد أننا إذا رفعنا أيدينا إليه وسألناه ونرفع هذا الوباء سألناه بيقين لأنه هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه أم من يجيب المضطر إذا دعاه فهو للإخبار أنه يجيبنا فإذن لابد لنا من ذلك اليقين الذي به يرفع الله عننا كل وباء هذا اليقين هو الذي كان عليه أهل اليقين مشيخ تربية والسلوك وعلى رصهم شيخ مشايخنا سيد الحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه لما قال في إحدى حكمه الجليلة ما توقف مطلب أن تطالبه بربك وما تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك فأزل صورة نفسك واطلب ما تشاء بربك لا بنفسك وتحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله وتيقن بأن الله سبحانه وتعالى باصط يديه بالليل والنهار لأجل أن يتجلى على عباده بالعطاء ما توجد في قلوبهم اليقين بأنه لا يرفع هذا الوباء إلا هو سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم لجه النبي العظيم أن يكرمنا بهذا اليقين وأن ينصرنا بهذا اليقين وأن ينجينا بيقين أهل اليقين وأن يرفع عنا هذا الوباء عن الأمة الإسلامية الجمعاء للعني البشرية كلها إنه ولي ذلك القادر عليها وصلي الله وسلم وبارك أنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين